ارسول كونكسي ارسول كونكسي واقع للكونكسي و عدنا اليوم بتقصيط ماذا عندي الواي فاي مزيين بتقصيط واقع لها قديم ترونتسوقون ممكن عندك انتعلا لا انا عندي نحيلة لنحيلة احسانا عندي الواي فاي انا عندي 1040 ميجا بايت ماشي مشكل ماشي مشكل لا يمكن أن يكون لديك 20 جيجا داولوض او ايوه ربقى شئنا نحلف بالله الانتغير ستكون 20 ميجا ماشي بالجيجا لأن 20 جيجا رقع ما زال قع مكينه ما زال ما تختار عج ايوه كينه عشان لديك 20 جيجا بالواي فاي مارا تقدري وقيلة تهاكي الـ الـ FBI و الـ CIA لا انا كنت شئ واحد ما زيبوه كين انا ما قدرت شئ على أخوتي مغارضة بحالي بحالي وغمانق بتاع الـ FBI أعطيني شيء ملخاص يعني لش نوقع لك في الروم حيث انا ما كنت شئ انا ما سمعت شنمودة خلالات ديالك وقع لي انني انا كنت ندخل انا هذا الروم ماشي اول مرة ندخله ديجا دخلت له شحال هذي في 2008 وكنت كنت نسمع ناس ملحيدين وكانوا عندي صحابتي في فانسال مغريبيات وشاو ما لا حوله ولا قوة سيلا بالله ما هو ملعه ودخلوا في ذاك طريق هذيك ولكن انا انا اندي الجهدي انني انقدر نقول واحد الكلمة فمسي اوما دابي بالنسبة لهم انا جاهلة اه انا ماشي جاهلة انا قاري اقول الحمد لله وعارف شنو فيه وعارف ذاك شي كامل ولكن انا انا أحب سلكني انا ربي لها العقل ندري اسللكتني ولن لم تكن يعطي لها في كل ذاك انا أقول لك اوما خطلو الكفار اجهدو فيهم انا ممسلكني اوما انا دعني اني مسلمة انا اتبع ان تطبق هذه الاسلامية لا ربي لا يقول لك من أنت والدي من كرش أمك يقول لك لفؤ الله على راسك ويديروه لك حتى تموت به لا ربي إن الله هذي من يعشاء أنا أخويا عايشة عايشة في دولة مع المسيح فهمت؟ الحمد لله أخذ ذا ما وقام القناة ومتفاهم معهم وباخير فهمت أنا مسيطان كلهم أجي ودخلوا في الدين ديالي ولكن هما كيسولوا على الدين ديالي أنا كنجاوبهم وتأنا كنجاوبهم وما كيحويش في الدين ديالهم كيجاوبوني وعادي ببساطة ما كينلا حقد ولا كراهية ولا تشي حاجة بناتنا ما كيسبوا الله الصفر للعظيم ما كيسبوا النبي أنا كنحساروا ديالتهم وما كيحتاروا ديالتي وفي نال ألوغ لاش غدي بقى أنا نسب الله الصفر للعظيم حذبنا مثلا بودي كتأمن ببوضة أجي أني بقى نسب بودة ولا أنت هي مسيح أنا وقى نسب عيسى هذا الشيء ما كيدخلوش العقل أنا مشي قلت لهم أن الروم إير قال لك إحنا عندنا حق نسبوه نخسره الله دراه دك فمك وبينك وبيني خلقك فهمتين؟ أنا ما غديش نحاسبك لحقاش أنا بشار بحالي بحالك أخويا ولكن أنا قلت شي شويش ديال حسيرا بحال دك سيد قال لي قبيلة أنتوا بمسلمين جهداء أنا كان قول أنا ما غريش نقدم قولها مهم هو كانك يذكر واحد الجزء من الأجزاء ديال أعضاء تناسولية ياك وكانك يقول دف أنتوا إحنا إحنا إلا قلنا باللغة العربية ولا قلنا بالدري جعيب ولا قلنا باللغة العربية وكانت ذلك فقط إننا لا قلنا بالدني ها فلا هو كلمة السناسولية؟ ها فلا انني بحالي 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 أي شيء وأوشة هدري على هذا الكلمة التي هي هدري جعيب أحرف مهم دعني لنكمل بقةه أخصصها وهذه كان لغة العربية فسحق نعم في لغة العربية أنا لم تقلت له أن نقولها ماذا وأنها هدري لكن ما هذه تسمي و يصحتي على هادري همني وبما يمكنني قبله إذاً كان سامنا بحالي يوم سيكون다고 أنا هنا أحراف وسط الموضوع ونقول لك مثلا نيد ولا رجل ولا عين ويما أنت سمعنا في الهدرة ولا في الجملة التي أنا كنت أدوي معك فيها ثمثيني أنا ليس قطل عيب ولكن نذكر وأن ندوي على ذلك شي هذا ندوي عليه ولكن إلاجة في الموضوع مثلاً ستشكيلي بأنه عندك شي شي حاجة أو كنا في الطبيب وكتعاود له شي حاجة إذن ما عندك شي معنا سبقان سنة كتبدي واحد نحن ندوي على ما نقول لك عين هنا عندي العين أو السفر لا أتشيرا أريد أن أدري واحد للقاعدة كي نعرف كيف نخاطبك أنا لا أعرف إسم لك وخطعتني إسم مستعر أنا أخوي إسمي سيمريم لا أريد أن أقول لك هي هي وأنت تقول لي أن أصبتك أنا اسمي هيشم فكي ننهضر لا ندري لكي لعبة نحن نتشكي أنا أحاول أن نحن نحن نكتشك أخرى نحن نحن نحدد لأن نحن 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 لا أن نحن 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 هذا قال قال هذا أقول أنه فرق بين هذا الروم 2008 و 2015 هو الروم لم تكن في 2008 لم تكن في 2008 لكن أخوه هذه الروم مغاربة علمانيون لا رسل هذا الروم كانت في 2008 كانت مسيحيون كانت مغاربة مسيحيون و علمانيون لا موجود مسيحيون لم تكن في مغاربة علمانيون ما المغاربة؟ لا موجود مسيحيون لا أريد أن أتحدث معك في الروم أو الروم ما تقولون أريد أن أتحدث معك في المشكلة التي تخرجون من الإسلام ما هي المشكلة مع الإسلام وكيف تنتهي التعامل مع هذه المشاكل لدي الإسلام أريد أن أبدأ معك فيها وهي قلت بأن الله تقول قتلوا الكفار في القرآن أنا ليس ضروري أن نقتل الكفار لكي نكون مسلمة ما الذي قلت إياك؟ ليس ضروري وقال الله يأمر بعد شيء حسنا فهنا الذي مجددا من الإسلام ليس هذا هو الإشكال يحتوي أن يقلوا لكي يكون مسلم ليس هذا هو الإشكال نحن لدينا الإشكال بقتل الكفار كيف تنتهي الإله الذي تسمى بأنه كل الرحمة كل القدرة كل العلم كيف ستنتهي بقتل الناس؟ ما هذه المسألة لا يمكن أن تكون جاية من عند إله كنت قبل 10 ألف سنة أو 20 ألف سنة كنت أنت أو أنا أو هذا الناس كاملين في اللوم لا لم يكن كنا نهار تنزل القرآن على سيدنا محمد كنا قبل أن يكون سيدنا محمد كنا في هذه الجاهدية ربي رمضك لا يوجد شيء ما أعرف إذا كان ربي صبح و ساعدك أمر بقتل الكفار أعرف ولكن رمضك الأمر ولكن الأمر رمضك لا تسألش؟ آخي اليهود ليش حالي مش يوم اليهود ديالدابة والمسيح ليش حالي مش يوم المسيح ديالدابة أنا أنا فاش كنت صغيرة كما كيقولوا أنا جاهلا وما وغيسا معا معنى جداسة وما بتكشي أنا فاش كنت صغيرة كنت واخدة فكرة خائبة اليهود ولكن مع المودة فاش بديت كان كبيره فهمت وش فسوح الليو فيلم زاد يقلي كثر أن كل الناس كلهم أنا مسلمة وما حسين رمضتين ديالي الإسلام كانين شي مسلمين حاش هول شي يكونوا مسلمين أختي مريم غيباش ما نضيعوش الوقت مع الناس أنا ما تيهمونيش نتديرو المسلمين غيباش نكون واضحة معنا أنا ما أخداش فكرة أنا ما أخداش فكرة عامة على اليهود كاملين أنا ما أخداش فكرة عامة على اليهود على المسلمين أصبح أسمعوا المسلمين داعش مسلمين مصخن لا مادراتو لا أقول لك هما الفكرة التي أخذتها على المسلمين أنا أختي مريم أكره داعش سنرى أن أضروا على داعش ولكن أختي مريم ويأتفجروا 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 أختي مريم لكي يكون أخذ ورد لا نستحودوا أخرى على هذا المسلم أنا أختي مريم أكره داعش أنا أريد أن أعرف أولا ما هو الإسلام ومن بعد ذلك سعين تناقشوا نحن نبدأ بالقضية أن الله تأمر بقتل الكفار أنت قلت لك وي أنا قلت لك وي جيد إذا الشريعة الإسلامية لها نعم الشريعة الإسلامية فيها الحظ على قتال الكفار أنا ويأتفقين على هذه القضية الشريعة الإسلامية لا تقولوا لك إما أنا أخذك شيء كامل لكي تسمى مسلمة سنو أنا الجاهل لأنني أريد أن أسمع هذا الإسلام هذا الشريعة الإسلامية هو صالحة لكل زمن ومكان أم محدودة بزمن هذا الشيء يتعلق بالشخص لا يتعلق بالشخص كيف يتعلق بالشخص سنطبق الشريعة الإسلامية على أكثر الشخص حسنا نعيش في المغرب وما نخرج من المغرب وما نبقى في الدار وما نقرأ ما نخدم ما نشاهدت واحد ما نشاهد نيتا شي واحد هذا هو لا عندك الحق في الإسلام لكن الإسلام يقول لك هذا محدود لا ولكن هذا شيء أصلا أنت في الإسلام خطأ وإنك لا لديك الحق في الإسلام تخرجي؟ عندك لا لدي الحق لك لا لك لماذا تقول لي لماذا لا لدي الحق؟ هذا لا يوجد شيء أصلا أن الإسلام محدود؟ لا نقول لك أنا أرجع للمسألة القتال الكفار الله أمر في الإسلام بقتال الكفار بقتل الكفار بجهاد الطالبي الجهاد والدهبي للبلدان وتحكيم الشريعة فيها أنا وياك متعفقين على هذه القضية هل هذه القضية تثالت؟ أو ما زالك هنا في الشريعة الإسلامية؟ هي بالنسبة لي أنا تثالت يورك تتكفرها هذا كفر هذا هذا كفر هذا كفر لأنك تقول لله الشريعة لك تثالت هذا كفر لا لحقاش هذه تجاهد شيء واحد لي سهل ياك هدو كليك يجاهدو غي يجاهدو مثلا شيء واحد لي سهل أنا عارف شيء واحد لغني ما قدر نأخذ حقي شيء واحد جاءت الدالية ولكن ليس هذا هو الإسلام الإسلام ما تقول لك الإسلام فيه جوج ديال أنواع للجهاد أوكي؟ الجهاد القتالي في الإسلام جوج أنواع هذا شيء كامل لا نقول لك رفض الشريعة الإسلامية لا أقوله أنا عارفة أوك أنت عارفة عليك تقولي لي اللي استهل والجهاد طالب فيه اللي استهل لا أنا كنقول لك اللي استهل كندوي على رأسي شخصيا أنا شيء واحد جاءت دي غي تعد دالي غي ندفع على رأسي أوتوماتيك ولكن لا يعدي نهدع لك أنت كشخص Fernando ولكن Deep حين انت لا تريد ان نريد بنفسي لا يمكن اذا انت مختلف ومع الاسلام الاسلام تقول لك مي خاص من المسلمين يهجموا ولبلدان ويحكموا الشراعة الاسلامية انت تقولي انا موضع لا لا اذا لم يتعلق معك لا 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 الشرط لم يتعلق لا نجحة مع المسيح لا لا تحب لا اذا لم يخيف احد انت تتكلم معي من المطلق الناس أنت شأنه لا تنبط لهم الهداية معنى الله أختي مريم هذا هو السلح لي قام له لكن أصاب هيا إلا من يدفونها أختي مريم أختي مريم أنت تتكلم معي من منطلق الشخص لا أعلم شخص يا أنا أعلم ماذا في الشريعة الإسلامية؟ أنت على ماذا ترى الشريعة الإسلامية؟ وما لا تؤذين للشريعة الإسلامية أو تختلف مع الشريعة الإسلامية؟ في القرآن، أنا تكتف أحد العهد، وهذاك العهد ماشي هو وذابه ولكن ما يمشت تيارات رادية، إذا نحيد الصلاة، نحيد الصوم، نحيد الزكاة، نحيد كل شيء لنا تكتبت وحده لا نحيد أي شيء، أنا كنا عرف كل واحد، ربي، ستين، ربي سبحان وسعاله في دقيقة، في ثانية، ذاب إحنا كنا نهضروا، تقدر تولي اسمه في الأرض، والأرض في اسمه ذابها هذا الناس، أنا ما فهمت، كي يقول لك العلم تعالي العلم، وش العلم؟، وش أشعر؟ العلم؟، دار طيارة، دار طنوبيل، دار تليفون، دار بزرد الحواج، ولكن شكل خليك تتعلم؟ شكل يأعطاك المخ، ودبا يالله مثلا شي واحد يطلع عليه غيش جنع المشي هدا هو المشكلة اختمري، هل تتتضرف موضوع؟، حنا قامت بنا نهضره فيه إحنا أصلا أقول لي، وإن أقول الله مكاينش، كي هو لا تقول الله مكاينش، وش أنا قدت لك الله مكاينش، وش اننا نتبت نهضره علىه وفقا الروام وانتي تتدري معايا انا اشدك للروم انت أتدري معايا الحل أجي AX أقول لك هل دبقى أنا مثلاً موسلمة وشو أنا أعود لك على سانة رالية في الروم انت مثلاً انت يا كافر ولكن ماكديرش بحل الاخرين انت من كتسبش الله مكتسبش أنت مهتمت وقلت لأنك انت نكتسب شأن الله مكيبش إذا انت نختلف عليهم واختي مريم وعندناش واحد الدين وواحد الكتاب مقدس لتلتزمو وعدنا وحد الشارع دين أصلاً نحن لدينا شيئاً يعني لقيمو الحيد لا أخلاقي ولقيمو الحيد أخلاقي فمترى لم تتعلم أن نحن بحال بحال صورة تبقى الأصل نحن الملاحيث سنتفق في حاجة أحدة أننا لا تنأمنون بوجود آلية هذه الحاجة الوحيدة سنتفق مننا شيئاً لا تنأمنون شيئاً من حرية لتنا ينبعون أنتت تخرج من الإسلام هذا ليس ضروري لأنك تعيش الحرية لأنك تخرج من الإسلام إذا قلت لي يا ضروري تخرج من الإسلام ولا تقول ملحد باش تعيش الحرية ديالك إذا جامع سكيرية في المغرب والتي تديروا الدعارة كل ملاحظة الحرية مش يسكرة ودعارة ماذا تكرا خطأ شوف كيني الناس في المغرب المغاربة بزاف ما تصليوا ما تديروا التوزة و تديروا جامع المنكارات و تقول لك ربي كبير تقول لك ربي كبير ماشي ملحد ماشي كافري يعني راه ما محتاش شانا بنكون ملحد باش ندير شي حاجة اللي هي ضد الإسلام راه ما نح ما تحتاش ما تحتاش هذا ماشي هو الموضوع ديالنا وختي مريم إذا بنتي تتمشي ليا مثلا للروم ولا تتقول لش نظر الشخصية ديالك راه ماشي موضوع ديالنا الموضوع ديالنا هو الله تأمر بالقتل نعم هادي انتي كيفاش تتشوفي بأن إله تتعتقدي بأنه راحيم كيفاش تأمر بقتل الناس كيفاش تتجيك انتي هذه انا جاوبك جاوبيني بالعونith انيت quran اليوم؟ يا بارحم عودي في بلكbright الاخوية كانجاه مجاهلا بلاتي 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 غير عودلية هذي عودلية غير هذي بش نوكفو عليها يعني الإسلام تسالة كان في واحد الوقت وما بصدر لا مش تسالة لا مش تسالة وش نبقى من الإسلام قتل كاروسري قتل 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 وحيكت داب الموتور حيكت الكراسة حيكت كل شي شنبقى في الإسلام قال كادر ما كي ينشغل قتل سمحلي انتو ما كي تنشغل البلاصة اللي قبيحة وكتشد فيها وعلى الإسلام في حويش قبيحة جهنم العذاب أربي كي يعد بكم وربي كي يدير لكم كتشو غير بلايس الخيبين يعني بالنسبة لك الإسلام في حويش قبيحة وحويش زوينهم وش ينشغل نيغاتيف وي يعني الإسلام فيه سلبيات وإيجابيات فيه القبيح والزوين حال حيات كاملة هادرها كفر هادو لا مشي كفر لاحقاش أربي ذكر جنا وذكر جهنم لا ولكن القتل واش زوين لا مزوينش يعني الله سرع واحد الحاجة مزوينش ولكن لك المخدخر عجبون أنا شو ندي ندير له يعني الله سرع واحد الحاجة ما مزوينش ولكن أنا يعفت نشوف أنني أنا تولت مسلمة ياك وكبرت في بلد مسلم ياك وفي المدراسة قالت قرآن الحمد لله وفشتول تود نولي فودني أول حاجة سمعت سمعت كبيرة الحمد لله وخلقاش حاجة ما شى ما تعجبنيش ما غاديش نزعزع وما غاديش نضعف لحقاش الحمد لله مقتنعة بالدين ديالي ولكن دليل على أنك ما مقتنعة بالدين ديالك هو أنشي حويج في الإسلام تتقولي أنهم قباح وانتي ما تدريهمش يعني هادتي يعني هادتي يعني أنا ما نديرهمش ولكن أنا ما نعرفش حسن الله سبحانه وتعالى يعني القتل بالنسبة لك زمان شكولي 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 يدارت تصنامي في الفيليبين ولا ما عدت فين؟ شكولي يدارو؟ أنا شكولي يدارو؟ شكولي يدارو؟ دارو سبحانه وتعالى أنا أم يداروك العواصف ويقلب الجوب ما يداروك هو اللي قتل الناس هو اللي قتل مئة ألف في هايتي وقتل أربع مليون في تصنامي أم يداروك لماذا يدارو شيء عارف رصوه ما يداروك يعني دبا كل شيء عنده حكمة حكمة يعلم والله لا لماذا لاحقه شوف هناك شيء معقولة هناك شيء معقولة مثلا انت قلت بأنك مزوجة عشرين سنة وأكيد يكون عندك شيء وليدات عندي وليدات نعم لا يخليهم لك مثلا عندك بنت أو sino والد يجبك غضغن غضر بنتك تلقاها مع بنت فيما من أرسله الجينس إلا كان هذا هو التوجه الجينسي ديلا لاعدك مشكلة لاعدك مشكلة بكل صراحة نعم إلا كان هذا هو التوجه الجينسي ديلا ماعدك مشكلة يلا ужеدك يتلقع مع وله واحدة أخرين المعلومة ما� ass DU ما ننقضي له ان Под acredito هديه كيفاش غنق Dan Dem princip هديه هذا شيء ها كبير ماذا نفعل لهم؟ قتلوه؟ ليس قتلوه لكن هدية كيفش غادين هدية؟ لا نقرأ عليه صور سياسين هذا شيئا كبير الجينس هكيفش كدر السوعية وراء المثلية متاشرة في الطبيعة راه الله واش الله دير المثلية في الطبيعة ومحرمها على الإنسان ولا كيفش؟ ليس يخصك هدية وخاذك لنا كيفش غادين هدية راه 70% الحيوانات فيهم المثلية الجنسية واش الله تيدير المثلية الجنسية في الحوالة وتيديرها في الحيوانات ومحرمها على ابناتهم؟ حيوانات في الإنسان كيفش؟ أجب أن تبقز عندك حيوانات ووالد حيوانات ولا والد بانوآداء لا دير المثلية في الطبيعة علش جل الإنسان وقال لك اللي لا تديرها شراها أراها المثلية جزء من الطبيعة هادك اللي كيتولد دوغيجين مرعد هادك مع دور كيكونوا زغمون ديال وزايدين ولا ناقصين يورا الله اللي درلي المثلية يقول الله اللي خلقوا هاك ايه اللي صحوح نسألوا لك إنشي إنسان عادي وغد يمشي وقا يشبه والله مطلعوا مثلي وتقول لين قتلوه كيفش هاد اللعباتي؟ لا ماشي إلا بشي قتلوه شكل يقال لك تقتلوه يورا لا علشنو يا عقوبة اللي واطفة البتاكار في الإسلام ماشي القتل؟ يورا انت يا كيفش اللي ما تقتل شي يورا الله ديال قل قتله ولا التهدي نحيدوها من الإسلام ماشي ماشي الإسلام هو القتل أخو يا الله أعطيني الدليل ديالك اقتلوا الفاعلة والمفعولة بها هو حادث أعطيني انت الدليل ديالك أنما يتقتلش شوف عقوبة اللي واطفة الإسلام هي القتل يقتلوا الفاعل والمفعول به هذا هو الدليل ديالي أنا الفيقهي أعطيني انت الدليل ديالك الفيقهي أن اللي واط ما فيش القتل تفضل ايه فيه القتل ولكن علش ما نمشيوش دب أنا هي القتل كافير عادي أولا شي واحد ميتلي وش هدينجي وغادي نشد فيستولي ولا غادي نشد دموس ونقتله ماشي انتيا ولكني لكننا متنطبق الشريعة الإسلامية ماشي ما نتشيوه هدينجي ونفسر له ماشيوه هده الله شوف اختي مريم مجبش الله لهداياتك شيم عند الله كيفاش بغت هدي واحد انت قلتلي ندابة بأن نرى الهورمونات دياله من الخلق دياله وميتلي كيفاش بغت هدي وش تغيري لي الهورمونات دياله هدي تقنعه فرنسوه نكن عارف ذلك وهو خلقه الله ميتلي كيفاش غادي تقنعيه يعني هاي مشي ايدير تطرنو فيس وقد الجينات دياله ومارا ميمكنش سييد وخلقه الله ميتلي كيفاش غادي تهديه انت سوك انا كنعرف الناس هنا ماشي ماشي تم غاربة ولا مسلمين وتولدو هكاك وتزادو هكاك وما كيديرو لالو سكس مع الرجال وما بغي انتشي حاجة وبدلوا الاعضاء ديالهم وصوبوا كل شي والله وبحل عيالات وكيقول لك احنا بغيين غير الناس يبعدوا منا ونعيشوا حياتنا تخونكيل ولكن الشارع الاسلامية كن قتلهم لا انا كنقول لك زيما هدوما مسلمين وما سوشي حاجة وما كيذيش ذك شي ما كيمشي شب عجل مع العجل لحقاش هو ما كيبغيش ذك شي عانفرشوا بانه تولد ماشي نورمال وقابلوا ذك شي اللي اعطى الله وكيال ماشي ماشي نورمال راه الله واش انت يا داب انت تتقول لي لينا بان الله خلقشي ناس ماشي نورمال راه كون كانت المثلية ماشي نورمال كرة مكيناش في الطبيعة راه النورمال هو كائن المثلية في الطبيعة كونما كانتش نورمال ما غادش تكون كون كالانسا المثلي تديرت حاجة اللي ماشي نورمال ولكن متى تقولوا انتو ماشي طابعيا خص ما نكون متكونش عدنا المثلية في الطابعة مين عدنا في الطابعة المثلية إذا راه طابعي المثلية راه مشيشي حاجة خارجة على الطابعة ولكن فرق ما بين إنسان كيتش ولد هكك وفرق ما بين إنسان واحد آخر هو كيت بغي تقوم صديق الشخصية كيت بيعيشه نحن للا ما نهضروش قاع على السيد اللي هو بغي يجرب الفارة ما بغيناش نهضرو عليه إحنا نهضرو عليه إحنا تنهضرو عليه إنسان اللي تولد ميتلي هاد السيد هذا بغي يمارس الحق دياله الطبيعي في الميتلي يا هو إنسان ميتلي ما عندوش رغبة في النساء إلا كان راجل أو الليلة كانت مرأة ما عندوش رغبة في الرجال وش الشريعة ديالك اللي تتقتلوه وش هاد الأمر مزيان ولا خعيب وهو حرام مئة في المئة ما فيهاش اللي قاش يعني الله خلق وميتلي وقال لي حرام يعني الله خلق وميتلي وقال لي حباس أنا خلقت كميتلي ولكن حرام كيف يش يقتله الواحد حتى بخوشة كيف يش بخوشة راه الإسلام ديالك فيه القتل راه أنا كنت في الشريعة الإسلامية كون قتلوني ش حالها دي أنا مرتد أنا ما نقدرش نغير واحد القانون في الدين ديالي وما نقدرش نبدل الدين أنا ما قتلكش تبدلي ولا تغيري في الدين ديالك أنا تقول لك أنتي كيفاش تتشوفي الدين ديالك كيفاش تتشوفي هاد الشريعة الهمجية الدموية أنتي كيفاش تتشوفيها ما تقول لك أنتي غيري الدين ديالك وأنني لا أريد شرية داعشية ومعزي شرية القتل ومعزي شرية بذاتل دعيش أببار هذا ما تقوله إذا كان في الإسلام أو ما كان الداعش هو القتل لا نخص نحن للمحقا عن داعش لنذهب لإسلام لذلك نقول لنا على الاستيكام الكتابة نحن نقول لدينا داعش المسلمين وداعش بالنسبة لي وما القتل وأنا هذه القضية للقتل بالنسبة لي لا نقبول إليه نهائيا ومعلي إذن أنها عارفة بأنها متكورة في القرآن ولكن أنا مانقدرش نبديل هذه القضية ومانقدرش نبديل راسي على ماهو ولكن غير كوني ارى أنا تنحيي فيك اتنحيي فيك انا تنحيي فيك ما تقول يعني انكي شحويش يبانوك في الإسلام انت متفقش معهم انا تنحيي فيك هذة المسألة هذة عمر جيد ولكن باش نغيرهم أنا لديش القدرة تواحد ماتي طالبك تغيرهم يقول لك إما سكوني موافقة على هذا الشيء كامل 100% إما لكي منافقة وليس مسلمة ولكن هذا الشيء لا يدفع للشراس يجب أن نفرقه ما بين جوج حويج أختي مريم جوج حويج يجب أن نفرقه فيه إسلاميا الآن إسلاميا محطة يعني من داخل الإسلام الآن هاد الحوار اللي درتي معايا هاد الـ 24 مينوت اللي درنا أقول لكي كفرتي فيهم أموة عشرات المرات يعني إسلاميا بدأت أن هادرقه يعني من داخل الإسلام يعني أنت يا راكي خرجتي من الليلة سالينا ولكن إنسانيا خارج دب الإسلام إنسانيا مجرد أنني كتفر جبولج بالنسبة للإسلاميا مجرد أنني أخري عليها دي رغي الخلال رأني كافرة إسلاميا بأنني كندير الطرخة رأني كافرة إسلاميا ليس بالدى المشكلة لا 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 المشكلة ليس بالذكب لا 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 الريحة لا لا دمر العادة إن كان هناك Grbel مرضى حمراء لاحرام بغفاء لاحرام الهم ربط بأنто أصولك بانك صوتان المصفومة بانك عنك السلام لماذا ما عرغت لبيلت إذنما الأحر lob سوف نتكلمه ونحن نشي لكيين لا، شوف مريم سوف نتكلمه ونحن نشي لكيين لا نبقى نبالغ في واحد الاتجاه ولا نبالغ في الاتجاه أخر نحن نكون الحوار ديالنا وساطي موعتادل نقوله الأشياء كما هي نقوله الأشياء كما هي الريحة الريحة تترطيك كافرة عيط الحرام لا لا لا، ما هي تقول لك العيط الحرام ماذا؟ مكروه ماذا مكروه؟ هي حرام؟ ماذا مكروه؟ أعطي الرتب الحرام والمكروه والمستحب والحلال لا، 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 لا نبالغ في الاتجاه نقول لك الكفر لكي يشوفك شيء واحد يقول لك كافرة ولكن لا يمكن أن يتعيش لا، 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 لا نبالغ ماذا مكروه؟ لأنه لا يوجد الإسلام لا يوجد هذا الشيء الذي قلته تخرج من الدار أو تلبسي الفولار أو تدري الريحة أو هذا هذا لا يخرج من الإسلام لا، 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 لا تقول لك الكلام لا يوجد دليل لا، لا يوجد أن تشدد هذا هو الإسلام لا، 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 لا لا، لا، لا أنا أتكلم أن أقول هدرا هذه هي غالطة هي غير كافر لا، أنا أتكلم أن تسمعني هدرا هذه هي غير كافر ليست غالطة لأنني كنت أمزل معهم بكل حرية أنا كنت أدخل للروم ليس أنني أنني شبكة في الدين دياري حتى واحد في المياه ما أفعل شيء إن لم أقود لك لا تعجبني ولكن أنا لا أعرف أي حسن الله ولكن أنا كنت أدخل لاحقا نستغرب كيفش مغاربة حليب حروم، أخوتي، الإسلام، وطول دوتهم ومسلمين، أي واحد تسمى طول المسلم نحن نكون قطول دون أصلا منك نحن نستغرب كيفش أخرج من دين ديانهم، هذا شيء أداولي ما زال أنا لحد الآن ما نقتنعش بي وما نقتنعش بي هذا الشيء اللي بغيت نوصل معك لي هو رادرنا واحد الأرضية يزوينا في الحوار ديالنا يعني غير ما كملناش يعني من تشوف الإنسان، أنت يرى وصلت الواحد لمرحلة اللي احنا كلنا نمرنا بها الناس اللي يخرجون من الإسلام وهي المرحلة ديال أنك انشي حويج تبانولك فالإسلام تيجوك خايبين يعني تيجوك انتك مجلس يدوي لك وشي قبيح ألو؟ ألو كأسمعك أسمعت روبيني بلا شعر ف... الما اوكي اوكي فازي فازي الما خير هاني أني مريئا فكين تنوصل كلنا الواحد لمرحلة ديال أنك تتشوف حويج في الإسلام ماشي وما هذوك عادية يعني شنو الاختلاف؟ هين طريق تتمشي لها؟ وش تتمشي للطريق ديال تحاول تبرر ذلك الشي وتلقى عليه مخرج؟ ولا تتمشي للطريق ديال أنك تفادق على ذلك الشي وتقول صافي حكمة؟ ولا تتمشي للطريق ديال تتقول هاد شي ميمكنش يكون جاي معناد الله إذا الإسلام هذا مواقفش على الصحي يعني هذو تقريبا ثلاثة الطرق التي تتمشي لهم الإنسان يعني انت هي مشيتي ربما لذلك الطريق ديال راحي كما يعلم والله ما بغيت ناظر على هاتش يعني هذا هو الطريق اللي ربما انت هي غادة فيه نحن مشينا لذلك الطريق ديال أنا ديال تقريبا هو أنه من قادي حد ما يقاديني حد وكل واحد كيتعلق من رأسه وربي هو كافل بأي واحد وكان عرف بأنه أنا وخمر قدرش نغيرش حالي حاجة ربي سبحانه وتعالى واش هو غدا يحير أنا ما يحيرش هذا هو هو غادة الناس لذا فأنت تخبرت هذه الاخترة يعني أنت مستعدت للتجاذ كل شيء سأتحكم الله وأنا لم يستقع وبعد مني وأنا صافي يعني هاذ ينصر ما يستقع لأنه سترى انت قتل المرتد رأى جريمة ضد الإنسانية إذا كنت تريدت تسوقي فعلا أذا ستقعني قتل مرتد رأى جريمة ضد الإنسانية لا تريد أن تقولي بأنه قتل مرتد رأى جريمة ضد الإنسانية أنا ضد أنت الحيواني تقتل فوالا إذا الله ديالك يقتل إذا أنت تقولي بأن الله من أنت يرتكب هذه الجريمة إذا الرهاء حكمة يعني ما مسوقه ولكن شي واحد كيموت غيب وحده شكولي أخذها الروح دياله كيفش تيموت غيب وحده ما فهمتش أنا ما سنهضرو على شي واحد يموت بوحده سنهضرو على واحد قتله الله بالدين دياله بالشريعة دياله وكيفش تيموت شريعة ديال الإسلام هذا هو أول سنهضرو عليه وكيفش تيموت بوحده كيف يأخذ الروح دياله ربي لي جابنا لهذا الدنيا وربي لي كعني هذه مسائل إيمانية يا أختي مريم هذه مسائل إيمانية ديال الروح والإيمان والملائكة والملك الموت هذه مسائل إيمانية أنا ما عنديش معها مشكلة انت تتأمن بأنك إن عزراين وك إن ملك الموت وك إن ملائكة العذاب وجهنام والنار والروح وستطلاع وتهبط هذه مسائل إيمانية ما غادت تفيدنا شخص الحيوار وليس بسببها أنا خرجت من الإسلام ديالي أخي سؤال 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 ما هو معتقد ديالكم؟ مر الموت ما هو كائن؟ ما هو كائن؟ ديالي أخي سؤال نعم المهمة لك تتتذريعي أنا مثلا أنا ما تنأمن بأنك إن شي حاجة من بعد الموت ما كانت شي حاجة والو تدفنوك تحرقوكوه ومتحوكوه وانتنبلي أنا الموت بالنسبة لي هي ترمينيس وكيف ازمقت ناسي بذلك الفكرة؟ حيث ما كنت شي لأني العلمي لأنك شي حاجة من بعد الحياة لأنك كنت مسلم وعارف جهنم وعارف الجنة وعارف كل شيء ولكن أنا ما تنآمن بذلك شيء أنا خرجت من الإسلام لا كنت كنت أتآمن بيه وي من كنت مسلم كنت تنآمن بأن من غادي نموت غادي ربما إلى عندي شيء يزهر غادي ندخل الجنة وغادي ناخذ الحور العين وكين نكاح هذا كنت أتآمن بذلك هذا ولكن من بعد ما بقيتش تنآمن بذلك شيء وما بيلي لونار لا 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 ما يمكنش وما يمكنش على كينشي واحد غادي يكون تولد مسلم وتربف في أسرة المسلمة والبيئة دياله مسلمة وحياته كاملة مسلم وغادي ينضف الصباح مع السبعة واربعة غادي يقول أنا اليوم أولي تمو الحيتر ها ما يمكنش راه واحد المسرسال يشتر كيلي مجرد أنه يدخل هذا الرنك يقتعنا هذا كنحس بأنه شخصيته ضعيفة لا لا أنا 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 أكد هالك بإنه أم بوصيب الشي واحد يغير يعني الديانة دياله للإيمان دياله في مجرد أيام أو أشهر ربما يعني أقل أقل حاجات واحد سنة سنتين ثلاث سنوات لأنه راه 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 التلقين الديني راه ماشي سهل باش تحيده راه صغير طبعا أنت بدلت الديانة ديالك ياك أنا ماش بدلت الديانة ديالك ياك أنا مقتنع ديالك ياك أنا خرجت من الإسلام أنا ما عنديش دين أنا لا دين إياك كفرتي ما بقاتت عندك سهل ديالك بل معنى الإسلامي أنا كافر مقتنع باتس هذا اللي أنت درس إياك طبعا مقتنع وإلا ما كنتش مقتنع علش غادين ديالك وتقدر تقوله أحدا أي واحد ماشي غير في الإنترنت وفي ما عالحساب أنا ما ماشي عنده واحد هزموسوا عنده ماشي هزموسوا عنده ماشي يهزموسوا لنخلينا مدك شي وتي غوة الله أكبر ونقول لي أنا خرجت من الإسلام ماشي أنا ما كنتش أدك شي سيل بي مثلا عائلتك وارديك الناس اللي كانت عرفهم كاي اللي عارب كاي اللي ما عاربش لنا عندي في أنا تنشوف بإنا إنسان اللي كبير مثلا إنسان اللي عنده في عمره سبعين عام ولا ثمانين عام مكنتش استفادا جي عندهم ونقول لي أنا رمقيتش مسلم يعني غادي 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 تتألمه وغادي غادي تدير لي واحد الارارة فراسو دون فائدة هذا هذا الرأي دي لأنا شو ما ندير الارارة مثلا؟ يعني ما فيها تجي استفادة علشان غادي نعدب مثلا واحد الاخت ديالي ولا واحد الوالدة ديالي غادي نعدبها نجي عندها نقول لا هي وصلات مثلا أنا والدي ماتوا أعطيها كأكزامبل يعني الفرض أن الأم ديالي مثلا عندها تسعود وثمانين عام وغادي نجي عندها أنا نقول لا شوف رعاني ودعت الإسلام سالينا شنو الاستفادة؟ هي غادي تتعرفة هي غادي تحزن؟ نو ما كانت تشي استفادة ما كانت تشي واحدة تتقول أحد الملأ أحد الجاميع لا هي ماشي مسألة شجعة وخاف ولا شي حاجة هي مسألة ديال القناعة انت عندك واحد القناعة مقتنع بها وما تشوف تشي فائدة لماذا ما كانتش فائدة أنك تقولها للناس؟ لأن المشكل ليس في نحناية اللي خرجنا من الإسلام المشكل في التعامل ولا الأحكام المسبقة قد يلدوك الناس علينا نحناية لأنك منتا تسمع مولحيد؟ لا ما كانتش فائدة كما بحال ديالي أنا مثلا كالدوية معايا وأنت مقتنع بذك الكفر ديالي وأنا مقتنع بإسلام ديالي إحتادرا بأننا نقولوا أنك كالدوية معايا ما كانتش فائدة لا بالعكس كما أنا كتدوي معايا وبغيتي تقنعني بشي حوائج وتفهمهم لي وأنا عدتني قلت لك وجهة ناظر ديالي بحال هكا كما ذوك الناس اللي قلت لك أنا يلي كي لائلة ديال كل الأصدقاء ديال كلها فهمتي؟ ماشي ولا بودة الوالدين ديالي والكماسو هدوك من دويش اللي هو ما يرحمهم ماشي مشكلة هدي مسألة شخصية هدي مشألة شخصية يعني كالناس اللي تيقولوها الوالديهم كي اللي اسمتي يقولوها شتي مسألة شخصية أنا متنشوش في عشي فائدة وما ماشي مهمة بذلك فائدة هو أنه كما قلتي شحن الحاجة غامض بحال دبا مثلا تقول لهم كما قلتي لأنا يتقول لهم حتى هم بأنه هاشنو الإسلام لي كاسعونو به ماشي وليديك معادي ما نقول لهم ماشي وليديك أنا ما كان دويلكش بتحديد على شي حد والديك كل أخوتك كل أصدقائك فامسيني ما كان نقصد شو وليديك بالضبط وليديك كل سينيمات والله يرحمهم فامسيني أنا كنقول لك كما أنا فامسيني شي حوي يمكنك تفاهمو مثلا الناس اللي كتعرفوه وتقولوه أنا خسرها أنا خسرها أنا خسرها أنا خسرها إلا هدفت نو 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 أعطوا أعطوا أنا أعطيها لك ديريكت باش تفاهمي ومن تجاوزوا هذه المسألة اللي إنما عندك شي علاقة بالنقاش دياني صادق ديالي مسلم صادق ديالي مسلم أنا موشير به فالإسلامية كي يقول لك الكافر لا تهضر معه ، لا تذكر قديما الله ، لا تتقوم بشرك معه لا لا ، تقول ما هذا أنت مقال للإسلام لا 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 نتحدث لا 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 شيء في الإسلام التي تقول لم تتقول مع الكافر لا شرك للمشرك في الإسلام لا تتحدث في الإسلام واذا لماذا أعرف أنكم في المسلم ولم يقول لأه لا رأسكم لكم أنا وما عنده أحكام مسبقة على واحد ملحيد ما غاديش يبغي يبقى يهدر معي أنا اللي بحالي أنا خنته بحالي أنا خنت الواطان وخنت الصداقاء وخنت هادشي لما بقيتش مسلم أما في الإسلام ما تخلطيش جوج حويج أنا وكما عجبنيش هادشي للإلحاد ما العلم أنني ما عجبنيش وأنني دخل للروم وكنسمع وكيسبوني وكنسمع وكنجاوب اللي كنبغي وكنقرر اللي كنبغي وما كنجاوبش عليش كنبغي أنا لحقا شانا عندي حرية شخصية ديالي أنا وكن حسر بأي واحد وكما الإسلام فيه الناس القباحين وفيه الناس المزيانين كذلك الإلحاد أنا اللي حتغير في الروم ديالكم ومنك أنت شخصيا أنت ملحيد وقومت ببعادك شي اللي مثلك كياك ومع ذلك أنك عندك فهمتي عندك واحد طريقة ديالحوار وديالنقاش في المستوى وكاين واحدة أخرين لا مستوى فهمسي وانا ما غاديش أحكم عني يومنا هذه هذه ساليناها هذه ساليناها لك أقول بأنه كين فرق ما بين إنسان وإنسان كما بغي يكون ملحيد مسلم مسيحي يهوبي ما تنهضرش على الناس ما تنهضرش على الناس أنا أنا ما تهمونيش الناس ما تهمنيش أنا وشي إنسان أخلاقي ولا لا أخلاقي أنا تتهمني الشريعة الإسلامية فقط لأن المشكل ديالي أنا هي الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية فيها مجموعة الجرائم ضد الإنسانية ويت نسولك حجو حجو أخرى على شهر أنا دار واحد فقية اغتاص بطائف قيسيس اغتاص بطائف الواحد طلع للجبل واحد نزل ما تتهمنيش أنا يعني الأشخاص ما تهمونيش أنت يهمني الإسلام كشاريع عشرة أنا مسلمة ما كيهمنيش الإلحاد ما كيهمنيش الماسيحية وما كيهمنيش اليهودية ولكن أنني كان نقش معاكم ولكن كما قلت كما قلت أنت ماشي شغلك في الناس إذا لم يمنحك losers كما؟ ماذا انتم اخرجتون المصحت مهموا المكوش الإسلام دينا ليساعم أنا ما كنت سنخدمش علي الإسلام سنخدمش علي الإسلام من هنا تم مت었어 إن الإسلام إ خائزه المسلمين تتتوقف من في كل ما أقوله لنا سبحانك اللا تتقدمك زبط لنا لم اطبقب داعش انا داعش لنا انت متسلم أنا piedi relative. أنا لا أخرج الدائش. دائش هو الإسلام و أعطبك دائش قتل المرتد released에서. لكن لماذا لا تخيصل اللهieux سبحانه وتعالى يتكلف دكشي وش ربي غد يحيط لهم وش قتل المرتد تي هبط الله جنوية من السماء ره الناس اللي تي قتلوا وابلاتي كيفاش تيكون تطبيق حد المرتد انا هكذا نفكر واخر ربي ربي ولي خلقنا اذا ربي قتلهم ليش انا نقتل يوا قوليها هاتي الله قولي لي علش دير حك قتل المرتد و هبط يضيك من السماء وقتل الناس بصف هدلالعدي ولاش ما نحتش شد نقوله لحك شو عار شنو كيدي ولكن ره مدى يديرش تكشي اللي تتقولي دب انت تتقولي لي ناشي حويج هما اصلا ما كينينش قاع هايش ما كينينش شكو اللي تيطبق حق قتل المرتد شكو اللي تيطبق هاد الحد هاده شكون ما ما كتأمنش بموت الفجأة ما تنظر لك على قتل المرتد تتقولي لي موت الفجأة كي بش موت الفجأة هاي هادكشي هو قتل المرتد بنسبة الله انا عندي فعوطما هادو كيقتلوا الناس ربي رشح الموحد كيكون صحيح فصيح ردة ما عنداش علاقة بالردة وستتعرفي شنو يالردة انا كندوي معاك لحقاش كنقولك بان الله سبحانه ونسعاله ربي يديه اي حاجة ربي وشو قل وما دكتور خلقه ما تتهمنيش الإيمانيات في القانون الإسلامي اللي يخرج من الإسلام شنو العقوبة ديالو القتل مزيان شكو اللي غادي يطبق القتل كدلي بحلل رحتم في مدراسة يا ورا بزز مني لانت تتوزع لا 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 انا مزيان عني فينتوزع انا مزيان حان واحد يتذبك هذه العقوبة لا هي وراسة انا لا انا متنطعسش انا ما متنطعسش ما معروف عندما انا عثر امارات ساعتين ثلاثة الأسوايا لا انا عشر مرة انا كتب كما تتقولوا وسمعتي بشيحوار انا تعصب ماذا سيطبق قتل المرتد؟ قلتي يقتل ماذا سيطبق هذه العقوبات؟ ربي سبحانه وتعالى لا ماذا سيطبق هذه بالنسبة لي لأنا ماذا يقول محمد؟ الرسول الذي تتأمن به يقول في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه ماذا سيطبق قتلوه؟ عايدة على الله؟ أم عايدة على المسلمين؟ عايدة على هذوك اللي عندهم مش العقل بالنسبة لي لأنا هو تيهدر مع الناس ما عندهم مش العقل تيقول لهم الى اللي يرتد قتله كيف؟ سبحانه وتعالى أن ينسل القرآن وكتب في ذلك شيء قادر يدير أي حاجة بالنسبة لي لأنا قادر يشفي المريض وقادر يقتله مصالح وقادر يدقيه على المرسد لا تقضى لم يبدأ لدينا علاقة لكن العقوبة في الإسلام بتصميت قتل المرتد ماذا سيطبقه؟ من يمكن أن تؤمنها لا تأمن بي الله سبحانه وتعالى ويتأمن بهذا الحديث الذي ينزل لا أعلم بشكل آمن اذا ما تتأمن بي الله لا أعتمد به أنا أتأمن به ما هو الذي تمشيره. resent كلنا إسلام. لا أسرع الموضوع بديته. أ jeuxسسسنان ال sheets Murdh 애ling. بقيبك محوي في الغضرة. كتاب بوديonta جاءتها. لا تحتاج إلى علاقة التقليل للإسلام. قتل المرتد في الإسلام. أسرع العديداط Oftentimes! ما أرقب الشيخ في الإسلام؟ أسرع العهلين بريد نصوص الإسلامية أح marketed rat salar LJ. لا 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 تقتبله. لا اذا كنت كله عارفة إيوه لك أنت عارفة لماذا تقول لي الله هو الذي قتل المرتد و يجعل الله الذي يدر لا أنا كنت أقول لك لوجهة النظر ديالي بالنسبة لي ولكن الاسلام ليس بوجهة نظر مراه الاسلام الاسلام ليس بوجهة نظر الاسلام رأى بالنصوص دياله لم تطبق هذا الشريف القرآن سينو أنا ليس مسلمة هذه مع مرقلتها لك أنا لا أرش عملتها لا محي أنت قلتها لي ليس أنت قلت هذا بالنسبة لك أنت أنا مسلمة إذاً يجب أن نطبق هذا الشيء ويجب أن نقله أصلاً أصلاً إذا لم أكن أمن بك لن أمن بك ولكن عندما أطبقتوش أرى أني ليس مسلمة إذا لم أطبقتوش إذا لم أطبقتوش شي حاجة تركوها يخرج من الإسلام ويجب أن تتصليش ترك الصلاة كفر إذا لم تطبق شي حاجة لتركوها ليس لا يخرجوا من الإله فأنتي لست كافرة يعني المسألة رواد حفل الإسلام لذلك نبقى ونعوده فيها مثلاً قبيلة واحد السيد لم يبقى عقل على النيكنيم ما هو؟ قال لك المرأة في المغرب أو المرأة مسلمة ما هو؟ ما هو؟ ما كانت تعوم ما كانت تديرش سبوغ ما كانت تدير شخص ما كانت تدير شخص غير النساء تقدرش تعوم تقدر شخص ويقرر شخص غير ما تقدرش أنها تعرحة أحد أرجل كاملين يشوفوها لماذا المرأة حيوانة بالنسبة لي غير الأجنبيات وليك يعرفوه وليك يعرفوه وليك يعرفوه وليك يعرفوه وليك يعرفوه لا لحقاش أنت قلتين قلتين الله سبحانه وتعالى لجيت أنا أنطبق هذا الشيء ليه في القرآن لحق السباح أنا متكورة في القرآن والرياضة متكورة في القرآن إن تقولت دعمك إذا لم تطبق هذا الشيء الذي في القرآن لن تفكرت واحد سيد دواقبي لو قلت دعمها المسلمين والمغربيات وذلك الشيء يبقوا ويطوح ويموتوا ويتعوجوا في الدار وذلك الشيء فأمسي لماذا يشوفو الحوايج السلبيين فأمسي السباحة متكورة في القرآن والرياضة أين مذكورة السباحة في القرآن؟ حيث هذه الآية غابت ليا السباحة في القرآن وركوب الخيل ويستطيع أن تكون سباحة وركوب الخيل في القرآن وين مذكورة آية؟ لا يوجد أن تكون وانا تنسو لك لقد قلت كاينة لقد قلت كاينة لقد قلت كاينة لقد قلت كاينة ولكن يجب أن ندخل هذا في القرآن لكي نجبد لك هذا ليس قرآن أختي مريم قبل أن تقلبه أو تعدى برأسك هذا حديث لا أخو لم تذكور السباحة لا أخوان هذا حديث اسمته علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل هذا حديث ليس آية مهم دبا دبا تنتشعبوا في مواضيع اللي صراحة ما فيها تشئف هذا أنا حاول أن ربما ربما مسألة قتل مرتد شوية شوية أصبحت موملة الآن شنو رأيك في النكاح الصغيرة؟ شوية أما nin الآن تبا ق heut نكاح الصغيرة مهم مهم هام وانه ما هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنا لم أكنت على محمد وأنتم لي تع短 animation هنا على الروم كنت أَيَ حاجة تقول لي العقد الروم أنا لا لي أستر掌قok أنا أصبح للروم أنا سوف نتحضر معك أنا أول مرة تنز category وأنت تعرفيني أن أول مرة تحضر معك و perdeك لا توجد لي العقد و لكن الروم اللي إعطاك فيك رائريا بش انتجي تدوى معا أنا قالوا لي يغير كينا مسلمة عندها مايك دك شعليش في أول الحيوار ديالنا قلت لك إعطيني نوبدا في الأول أعطيتيني نوبدا صافي بدين الحيوار بالنسبة لي لسيدي حرام شنو اللي حرام حرام أن شي واحد كبير في السن ولا صغير كي ما بغي يكون وخي يكون صغير مشيدي كبير أنه يمشي عند بنت صغيرة ما زال ما بلغاش سين الرشد يعني زواج الصغيرة حرام عندك لكنت بلغها ما شي مشكل لا لا عودي لي زواج الصغيرة حرام عندك لما كانش بلغها حرام في كينا تقول ما بلغاش ايه ما بلغاش هذا إجماع شحال هذي نبي صلى الله عليه وسلم تنظر شان على محمد أنا هيك أقول لك نبي صلى الله عليه وسلم هم مسلمين بدأوا كي تزوجوا في حد لوقيتها لبنت صغيرة لحقا الشي وحدين كانوا يحسبوشها ومارشهم مسلمين ومم مسلمين متى شي حاجة جاهلين عندهم البنت عيب أنه يولد بنت كانوا بشكي ولدوا البنات كيش دوم كيدفنوا وممحين تنظروا على الدفن دابا تنظروا على زواج صغيرة في الإسلام لا لا تزوجوا لبنت صغيرة لا لا تزوج لبنت صغيرة لا تزوج لبنت دالي الوقت البنات ما لديه شي علقة بالزواج الصغيرة فقط هذا شيئ لبنت هذا الستنتاج لك ما لديه شي قاعدة لا تاريخية لا فقهية لا تزوجه زواج الصغيرة في الإسلام تابت بالقرآن ليس شي حاجة كانو اختار عاشي واحد ولا شيء صغيرة الطلاق الآية 4 ما يعني الصغيرة الصغيرة التي لم تبلغ مكتوبة الصغيرة التي لم تبلغ لا أنا أشرح لك صورة الطلاق الآية 4 تتعرفي الطلاق شنوه كنعرف الطلاق المرأة من أنت تطلق في الإسلام هل تقدر تجوّج مباشرة أو عندها عدة؟ لا عندها عدة ما حال هي هذه العدة؟ 40 يوم أوه على 40 يوم، ماذا بشي هذه؟ لا تقدرش تجوّج يمكن ربع شهور هي ثلاثة الالحيظات أو ثلاثة الالتهارات على حسب الاختلاف 힘� بين العلماء في تلك الأفضل وهي ثلاثة قرؤ القرؤ في اللغة العربية ذكرت أنها ثلاثة الالحيظات أو ثلاثة الالتهارات حسنا؟ أنها تطهر ثلاثة مرات أمًا تبأ لا حضNeole هل هذه هي عدة؟ وهذا العدة هذه وش تكون عند كل المطلقات ولا كين شي مطلقات كيف يجب أن تكون مطلقة يعني أي مطلقة خاصة تسنى هات 3 الحيضات ولا كين شي مطلقات اللي ما يحتاجوش تسنوا هات 3 الحيضات ما فمش اوكي ماشي مشكل انا عنا عنا عطاك ديرك الجواب كين شي وحدين اللي ما يحتاجوش هاد هاد الحيضات هاتي علاش لأن ما مدخلش بهم البعل مدخلش تتعرفي شنو البعل الراجل الزوج أنا تقول لي البغل بعد المرأة فالراجل الراجل اللي لما مدخلش بالمرأة يعني ما كانش واحد الجينس بيناتهم يعني تجوج بيها وما داروش الجينس وطلقها هادي ما عندهاش العدة لا تحتاش علاش لأن العدة هي أصلا لاش دارت لاش دارت الله يجعل له من أمري يوسرا كيفاش قلت لك الله يجعل له من أمري يوسرا ولكن هادي ما عندهاش علاق بربضه لما يحتاجوش لما يحتاجوش لا ولكن هي مسألة غي تقنية بشي يوسرو عسري هي مسألة غي تقنية لأن العدة لاش نكسقوا الآية هادوك لي ما يحتاجوش أنه يومي سأنوديك لمدة هذه سامسينة هادوك لي بتيتنا هو ما اللي ما دخلش بيهم الرازل ديالهم اااة اللي ما زالة فيوايرج زما ام مدخلش بيها مش يداروري تكون فيوايرج يومي مدخلش بيها الرازل وطلقها ام مدخلش بيها يبزال فيوايرج لا ورقين اللي كانت تزوجت وطلقت وعودت تزوجت راح ماشي ضاروري تكون تكون فيرش على المرة مكيش المرأة اللي تتطلق وعودت تزوج على ذيك فيرش ملا أم مريم لا فهمت بأن مازال مدخلش بها زيماك أول مرة هكاك أنا فكرت لا ماشي ضاروري ماشي ضاروري المهم مو أن مثلا رازل تزوج بواحد المرأة ما دارش مع هالجينس وطلقها تتوقع هذي راح التفل المغرب تتوقعش هالمرة نسامع يعني أنه تزوج بها وطلقها ما دارش معها قاع الجينس فهذا المرأة هذي اللي ما دارش مع هالجينس ما تحتاش أنها تسنى ذيك ثلاثة ديال الحيضات لأن العدة أصلا شنو الدور ديالها العدة شنو الهدف ديالها العدة شنو هو علاش كينا العدة شنو الهدف مريم؟ ما لك اسمك لا تنسو لك ما فهمت السؤال باش نجاوب علاش هاد المطلقها خاصة تسنى ثلاثة ديال حيضات علاش غيب سالة زعمك لا لا ماشي يحترامي ممكن هذك سيلي مت لا ماشي الموج دابة تنظر تنظر على المطلقة ماشي اللي متلع رجلة لا لا لك يقول لك هذا شيء ذلك أمر من الله أنزله الله عليكم لا عرفناها أمر من الله شكي أمر بي الله ولكن شنو الهدف دياله شنو 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 شعلاش علاش خاصة تسنى ثلاثة ديال حيضات علاش مثلا ما تسناش تمشي تجوج بواحد اخر طلقها تمشي تجوج علاش خاصة تسنى ثلاثة ديال حيضات المات ما حتيرام ما عندس علاقة باليحترام احترام من دكسيد لي اللي مت لا لا مات ما عندس علاقة باليحترام المهم مشي مشكل اللي حقش ربي اللي ما اكنش عتيرام من لديك سيد لي مت يكون اعلاق hay 은ità طالاق رم فيس المت لا خرجناg يا حدو أتو الفص � certaines طلاق مالذي الموت تلقها تلقها يعني مثلا تلقى علامات نقوله احنا هتروش اعلامات حسنا لنحسرمو احنا ذاك شي لنزل سيدة ربيه القرآن وواحد تيكمي ماركيز زر كلم راتو طلقها ماش مانحتييرها مولا شي هاش علش خاصها تسنى ثلاثة تلاسة الحيضات علش لحقش ربي امر بذك شي وعارف علش أنات نقول لك علش زعمه هو طلق علش خاصها تسنى ديك ثلاثة الحيضات علش ما تمشيش تطلقها تمشي تجوج بواحد خور علش مباشرة بلما تسنتك ثلاثة الحيطات لا نقدرش نجاوبك كثير من هذا الشي اللي قتلك هي وقولي اليوم عارف شانا انا هتك نجاوبك لس تتدوري اليوم تدوري اليوم تدوري اليوم لا انا قتلك انا ربي امر بهذا الشي وانت ما معرف لا الله امر انا هتك نقول لك شنو الفائدة من العدة المهم انا هذي نجاوبك ديرك الفائدة من العدة شنو هي هىnak اقهرتين ياك انا صاحب وانو كلي تكتب لي اي انا هى buenoyg Perquè الهدف من العدة شنو هو هو استبراء الرحم banyak شنو استبراء الرحم محمتك انا و hineiras للم véritable ان للموقшь بضع الا من الوقت الحقيقة شي است relevance منك انا قمع عندي وقتك شنو استبراء الرحم كيف انا نفصل لك فذلك استيبراء الراحيم هو بحل وانا عشان فسريعة لك بالدريجة فسريعة باللغة العربية استيبراء جي انبراءة والراحيم انا باين شون هو الراحيم فانترا باينه وانا كيفيش اندي نشرح لك بالدريجة ما المهم استيبراء الراحيم هو انه انت اكدوا بان هاد سيده هادي محاملاش لانه واحد تطلقها باش غادين اتمشي تجوج من واحد اخر بلا ما تسنى ديك تلاسة الحيضات وانا كنحمل هادك اللول وانا اخر غادين نكحال مورعه شكون الدري ديال من غدي يكون فباش نتأكدوا بان هاد المره المطلق محاملاش دكشي عالش خاصها تسنى ديك تلاسة ديك تلاسة الحيضات فامتي دابا هذا هو الهدف ديال ديال العيدة هو انها هي اللي تنتبتو بها بان هاد المره هادي نستبرئ ورحمها يعني تنستبرئ ورحم ديالها رمه هزشي ولد في كرشا اوكي فهد المسألة هادي هي الهدف ديال العيدة اذا شنو باش نلخصو ده باش نوتقال باش نديرو التلخيص فحالة الطلاق المره اللي دخل بها راجلها يعني دارو الجماع دارو المرود في المكحالة دارو دك فامتي دارو الجنس فهد المره هادي الى الطلقات خصتنا ثلاثة ديال الحيضات متابقين هنا صورة الطلاق في الآية اربعة تتعطينا ثلاثة ديال انواع ديال النساء اللي مهضرش عليهم الله من اعطانا العيدة الحكم ديال العيدة لان الحكم ديال العيدة فين تقال تقال في صورة البقارة ولكن في صورة الطلاق اللي جات من بعد البقارة اعطينا الله والا ايوسي انا منكم احد يائسنا نعم فأعتينا الله في صورة الطلاق اعطينا بحل دارو واحد ما هي ريفيزيون دلاء اصدنا الآضافة ديال وحد الانواع ديال النساء اللي ما الذكروش قبل شنو مات الانواع دلاثة ديال النساء في الآية الرابعة من صورة الطلاق واللائ يأسنا من المحيض من نسائكم شكونهم الليل لائ يأسنا من المحيض شكون بدون يأسنا стороны لا خلي، خلي اللولة أنا في الوقت قد قاعد ونفتok واللائ يأسنا من المحيض من نسائكم رتبتهم أنه ارتبتهم شكون هاد Lim يأسنا من المحيض أ … أحمل لا، وإنها أنت تتقرَي الآية كاملة هنالناشو غيبت قطقة الل произошوا عليهم اللاه هما لن يقدرلهم أي كامل انت قلت ما يصلونهما let's understand that العيوالات أحيث يشعرون بشكل حيث. لا، إيس أنا، ما حيث هو مش شرفات، ما بقاش يجي يوم الحيظ. لا، لا بقاش كي ولدوك. ما بقاش يجي يوم الحيظ. لي شرفوا اللي ما بقاش كي ولدوية هديك. نساء لولادة غير ما حيث. شي عاكر. شي عاكر. حيث العدّة عندها علاقة في الأصل ديالها بالحيظ. يعني ثلاثة ديال الحيظات. هي السيدة مبقتش تضحيد يعني تجاوزات داك الوقت ديال الحيظ. المرفقة السادة التي استذمرها إنها وبعدها يجب أن تطبيق الإخوة أمور سلسلة لا تتعرف غريبة كذلك لا 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 أعتقدت أن أنا أضع سلسلة عندما يظل أن أصبح أخير أراد مكانت بأن أصبح أخير أخيراً مستعدت بأن أصبح أخير قد أصبح أخيراً أخيراً فقط لن تلك من أحيان هالا ما تبقى الحائد حسنًا الكبارة يعني معني تتفوت الربعينات معriminية ما يتبقى الحائد هذا النوع مش حإسم الملح pues كيف إنصال العدة إذا كانت العدة ستكون الذة الحائدات وما تبقى الحائد سؤال منطقي according to you كيف ستكون الملحكية أحد unserer الله قال لنا في القرآن الأن ولائِ يَأِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِي من نسائكم إن رتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر احنا دبع عرفنا ان العدة دياللي مبقاش تتحيد هي شنو تلت شهور يعني هي ما تتقش العدة ديالها بالحيدات هي هي لاحقا حتى لك تتحيد كي اخصا تتحيد ثلاثة ديال النوبات مش في مشكيل احنا تنقولوا هو دك شي هو انا ليس تنتاقد انا غير تنشرح ما تنتاقدش دابة انا لا انا غير قتلكت انا ما انتقتكش انا غير كان قتلك هي هي بحلي كبيرة بحلي صغيرة قريبة في التقدير قريبة احنا الآية تتحل واحد المشكيل ديال واحدة مقاش تتحيد يعني راه مشكلة اوكي اذا راه تلت شهور خصدتنا اوكي فالنوع الثاني شكلوما في الآية وش حل القرآن معي او لا غير من الذاكير لا محلش القرآن انا قلتلك عندي فراسي ولا كيش حل مهاجمة بحال دبا يا ربي تسمح لي اي انا ماشي اهنا القرآن ولكن تقدر نوصل لك شي حاجة في القرآن ولكن ما غديش نقولها لك ما هي مكتوبة اكزاكت فاهمت كيفاش لا ماشي مشكلة انا قدامي القرآن اذا بغيت شي حاجة نحل ونقرأه لا ماشي مشكلة لموي ما انا نكمل لك واللائي ياسن من المحيض من نسائكم ان رتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن شكنهما اللائي لم يحضن هذا هو النوع الثاني اللي مازال ما بلغوش اه اذا اللي مازال ما بلغوش عندهم عدة والعدة في انت تكون تتكون في الطلاق يعني تجوجه وتتكون في النكاح يعني تنكحو ايو ها هو زواج الصغير ايو انا شنو قلت لك قبيلات قلت لك انا ذا كله قيسة ماشية دابا انه ذا كله قيسة كان عندهم قضر عنش كانوا كي تجوجوا البناطسة العظمين اخ ولكن كيفاش انتيا حبستي الشارع الالهية ومن رأسك ماذا قلت لك بان هذه الشريعة الاسلامية خاص صغير في ذلك الوقت ماذا قلت لك؟ حرام حرام لكن ماهو الدليل ديالك؟ ماهو الدليل ديالك؟ شوف اختي مرين احنا دبطنا هذه الظروف الاسلام من هذه الظروف الاسلام خاص الدليل ديالك في الحوار خاص يكون من داخل الاسلام ماشي في كراجات فراسك انا مسلمة ماذا قلت لدي الولاد مثلا لك انت عندي بنت وجه شي واحد بغيت تزوج بيها وهي مازالة مينار واخد تكون بالغة بالنسبة لي ماشي مازال ما بلغاتش ولما بغيتش نعطيها لتزوج بيها لاني انا ماشي مسلمة كافر نعطيها بنتي تكرفسالي نعطيها نعطيها بش نسميها بمسمياتها راه ماشي فرض عليك انك تزوج بنتك صغيرة هذا راه ماشي فرض راه تا واحد مفرض عليك تزوج بنتك صغيرة وهذا ماشي هو الاشكال الاشكال هو كيفاش واحد الاله اللي هو مفرض يكون عاقل عالم لكن راه ماشي يقول لهم ش تزوج بنتك وما صغير يوش هاد الالي هذيك واحد لوكا كانت قبل ما ينزل القرآن ورا هدا هو القرآن كيفاش قبل ما يكد القرآن هذيك واحد لوكا ديال اللي كانوا كيتزوج بنتك وما مازالي صغير اني قد القبيلة سالاش مراعاة نزل القرآن يعني الله كونفيرما لهم ذاك ش اللي كانوا تديروه لا ماشي كونفيرما لهم لحقاش رب راه داري بها ذاك ش اللي واقع حالى ما لوهوا ما عارفش ايك ش نزعم ماشي الله زعمة قا hesitate أصابت متعمل لهم صاف اني 나왔 acquainted قاررض أوك أنا سسترع regulكم ف القرآن واقع married marriedان وPro مافهمتي ش أيامكان شنو انا بدىت نقول لك شنو أنا بدىت نقول لك لا كانت أنوا يتظلمون صغير شاخت التعريف لا كانت النجاح فإن 거�ались أن تتعملون بility صغير لا أخبرت طرح لا أخبرتناً باستمرون وقتُن لا يمكننا أنتش Wel us billion هذا كانت مشابس الحاجة مع زوجية سعود لأن هذا يطلق ليس لطلق نقول باستمر Jr لماذا بطيئة من رأسك؟ أعطيني ذلك لماذا لم يكنوا بطيئة من رأسك؟ كانوا بعض القبائل العربي كانوا بعض القبائل تدفنوا لبنات من كانوا صغار ومن جل الإسلام كانت هذه الظاهرة أصلاً قليلة بقى تغيشي قبائل قليلة التي تديرها من بينها قبيلة بانوتامين هذه قبيلة الوحيدة تقريباً لبقيت في هذه الحالة يعني كانت تفنضيحار أصلاً في هذه الحالة لبنات دعني نكمل باللاتي الآن جل الإسلام جل الإسلام شرع زواج الصغيرة ما هي علاقة زواج الصغيرة التي شرع الإسلام مع واحد الظاهرة التي كانت تديرها بعض القبائل والبنات ما هي علاقة بين هذه الجوجة الحويجة التي تقولها؟ قلت بأن أنا أقول لك الأهدرة التي أقول لك دائما مصلحة أن أقول لك في الموضوع دائما أقول لك بأن هذا القرآن لنزل كان واحد العاد وده بعد آخر وبيطنا العقل باش نفكره فيه فممتي باش نفكره بعقلنا الشريعة الإسلامية ماشي بالعقل واش أنت تتعتمدي على عقلك في كل الأمور؟ كان كان بزاف الحوايج واش أنت تتعتمدي على العقل؟ تتعتمدي على العقل في الدين ديالك ولا تتعتمدي على النقل؟ هذا هو اللي بغيت نعرف واش بالنسبة لك العقل؟ دائما أقول لون؟ نعم أنا كان بدي العقل وكيفش تتآمن بأن واحد الإنسان طلع فوق حمارتها يطير ومشل السماء عند الله؟ كيفش تتآمن بادي؟ ماذا حمارك يطير؟ البوراق حمارك يطير طرع أن تسمع عند الله؟ نعم هذا هو البوراق علّى من محمد لم يطلع فوق حمارتها يطير ومشل السماء نعم أنا أليكم فيها ما هي أتسمع المشكلة؟ لا أليكم فيها لابد أنا أهمام أليكم فيك مع مع محمد قرأت صورة الإسرائح أنا أعرف صورة الإسرائح ولكن أليكم فيها بقدر حماراتي يطير طلع عند الله وشنوه البوراق؟ محمد سعادة على البوراق شنوه البوراق؟ أنا شرح هذا بنشوف فيه البوراق هو حيوان بين البغل والحمار مجنح تطير هذا هو البوراق سيقول لك. لن أرى في جوجل لأستخدام سيئسلام إذا كنت تتأمن بالعقل لا يؤمن بأسراء والمعراج إذا كنت تتأمن بالعقل، كيف تتأمن بأجوج ومأجوج كيف تتأمن بأهل الكهف، كيف تتأمن بذلقرنين كيف تتأمن بالجن، كيف تتأمن بالشياطين، كيف تتأمن بجهنم كيفهش تتأمني بعض القبر يعني ما غاديش بتساديه انا كان امن شيحو يجمين شيحو يجمين شيحو يجمين شاهده مش انا كان امن شيحو يجمين شوفه مش باته اختلاف لكن امن بالعقل انه هو يقول لي ابنت صغيرة ما خاش الواحد يتكرس عليها سينوها دكرة كيتسم مغسيسه بادي كان امن بيه يو ره الله اللي فرع ما خاش نقتل شي واحد مدالي يحتحها دايد اليه ونشي أنا نفاجر في قلب مدراسة وله في قلب أغتيل ولا هذي ماذا تتعتبيني أنا؟ أنتي تتعتبي دبال إله ديالك علش تتعتبيني أنا؟ راه الله ديالك كونك الله ديالك مشرعش هاد الأمور هاد ما كش غادي نهضرع ليها أنا أصلا ولكن حنا تنهضروا علني كحلب راهش وتنهضروا علا قتل المرتد وتنهضروا علجيهات الطالب حيث الله ديالك شرعوا راه المشكلة في تشريع الإله ديالك ماشي فينا إحنا jestem قلوه ما قال الإله ديالك علش تتعتبيني مجموعة للإله ديالك لا أنا لم أعطبك لأن كان قلوه الوجهة لديхها في قلب يا أنت ولم كانت يتقولوا عادي كن ان كنت يتفعيigence لك وني عرف هذا شيء ل dispon قلب يا أنت تتقولوي بأنك كان ذلك قباح في الإسلام تتقولي بأن شي حويج حرام قاع قلتي ومحلاله ومقلتي حرام في الإسلام لأن بالنسبة لك مسألة خطيرة ولا إنسانية فأنت يا.. حيث أصلاً فاش تنزل القرآن فاتك العهد كنت دنياً بدلاً ما شيء دنياً يعني أنت يا تتقولي بأن الشريعة اللي نزل الله في ذاك الوقت هذاك ما بقتش صالحة لهذا الزمن هذا ماشي ما صالحاش ولكن هذا الوقت سرح ماشي وهذا الوقت ماشي الشريعة ما فهمت والو فاتش اللي قلتي هذا ماشي القرآن اللي ما مصالحش الوقت اللي سبدلات الناس سبدلو يعني القرآن الشريعة دياله مبقاتش صالحة هاد الوقت ديالنا تقريباً يمكن أنت أنت تقدرس في معاك ولكي أنا بالنسبة لي هذا الشيء اللي في القرآن كله كله كائم ياك وأنا ما نقدرش نقول عليه شي حاجة اللي حقاش أنا ماشي أدرة بحسن من الله نعم صفحة الله سعى 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 وش نكاح البراج كان صالح في شي وقت مادم تزوجها من حقه لحقاش دلوقيتها كان ممكن تزوجه البناء صغيرة ولكي أدرة بحسن من حقه يعني نكاح البراج كان في واحد الوقت صالح مزيان ماشي مزيان أنا بنتبالي لرع ما مزيانش يعني الله نزل شي حاجة ممزيانش مازال ما وجدش باش أنها يعني الله نزل واحد الحاجة ممزيانش أنا معرفش هتوكل ناس دلش حال هذي كيفش كانوا ذلك ورا الله اللي يكتب القرآن رمشي الناس الله اللي يكتب القرآن الله يكتب لينا شي حاجة ممزيانش ورا الله اللي يكتب القرآن وانا تنظر لك على ما نكتب القرآن على زوج الصغيرة مكتب في سوبرمان ولا سبايدرمان مكتب في القرآن لا لحقاش اللي بناس ديل ذلك الوقت يمكن ماشي بحل برد ديل دابا يعني نكاح البراهش كان في واحد الوقت صالح على حساب الجسم ديل اللي بناس يعني بالنسبة لك لتياه حيالي كانوا الناس عمالقة عائشة كانت عملاقة عائشة كانت عملاقة ورا القرآن منزلش في عهد الفعر ورا القرآن منزلش في عهد الفعر ورا القرآن منزلش في عهد الفعر وش في عهد الراسول كانوا العمالقة البي صلى الله عليه وسلم سوراه كان قدده قداش منين شبتيا هذي أنا شفت شفت صورته شفت البصرة ما سبيل الرجل ديالو فينا هم هاد البصرة ما تدرجلية بغيتشوفوه منا مع مريشتم دايني نوفو احد المتحف كبير شفتوه معنا في انترنت ما نقولكش شفتوه أنا مان كدبش تقولي واش شفت صورته ما شفتوه شفتتوك البصرة ما شحل كان عندهم سنتيمتر في رجلي ما عارفاش انا ما عبرتها شفتوه في انترنت قدسوني شحل كان عندهم سنتيمتر في رجلي شفتوه بانه كان عملاق يعني كيفاش بنتلك بانه كبير وانتي ما عارفاش اصلا شحل سنتيمتر يعني واشت الصورة كانت مكتوبة فيها انظر الى قدمي الرسول العملاقة مثلا لا بينا بينات صورة كبيرة اني نهزين هما دكش هذا والله اعلم وش هي الصح وفين هو دار هذي كانوا دار البوصلة انا كانوا دار السيمة في بلعصة هو دار البصامات دياله وفين كيفاش غادي دار الرسول في الصحرة غادي دار البصامات دياله في الرملاء ممكن ازوذك شي الله اعلم شنو ازو انا قد لك شفتها و لكن ممتيقاش المئة في المئة لهم و أهو احزام الرسول واشتعيق عني تلك شي لم يكن تخفقه شيء ولكن شيء حويج ليس المشكلة لنا نكاح البراهج في الإسلام شرعوا الله في واحد الوقت نكاح البراهج لا يوجد قع السين لا تقدر تزوج وحده في الإسلام عندها نهار فرازك هذه كيف تفعلها؟ نهار؟ ليس عندما تسمعوا تزوج تتفكروا ديركت في الجنس هذا هو المشكلة لبعض المسلمين كيف يجب أن تقول جوج تقول لك يا يدير ليها؟ واذا سأدينك؟ الزواج الصغيرة غير محدود بعمر بسين الإجماع في الفقه الإسلامي هو أنه له أن يتزوجها وهي في المهد هذا ما تقول الفقهاء الإجماع فالإجماع لماذا تقول لقبيلة كيف يمكن أن يقضوهم من الموت؟ لا هذا ما تقول لي لا يوجد شيء دليل لا يوجد شيء رابط حيث الإسلام أعطاه الحق يتزوج بها يبقى ربيها نعم عنده الحق يتزوج بها أعلى عائشة من كانت عنده محمد عائشة من كانت عنده 6 سنين عائشة من كانت صغيرة وعنده محمد تتلعب بالمونيكات وتتلعب مع ابنة ججيرين أعلى محمد عنده 52 عام ماذا كنت يدير معها؟ كانوا كتبين في القرآن كانت تتلعب بالمونيكات في الحديث ما في راسك شادي وقع للتعي لا تقول سنين مونيكات تتلعب بالمونيكات نعم تتلعب بالدمة وفي حديث المسلم أنها زفت إليه ولعبوها معها ما هي اللعب؟ هذا صحيح مسلم لا أنا أعرفها أعرفها غيئة أنا فش قلت المونيكات تضحكتيني لا لا سنسميهم المونيكات حديث الأرجوحة حديث الأرجوحة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم حديث الأرجوحة عائشة كنت تتلعب في الزيتة كنت تتزيط مع الدراري مع البنات الصغيرة شالك كانت زين أرجوحة ما اسمها الزيتة ؟ كما تتعرفين الزيتة وتصبح أصبح أكبر الشعور فلن Confess لا تظهر عن عائشة بشكل كالigh prochaine ن Hep We� —وحدي كنت تلعب عن أرجوحة عندما تتلعب عند ممشت تموت الرسول تزوج بنت صحابي خر يعني صحابي تزوج بنت صحابي يعني ما أمان مقاش نقوله دبعنا القيمة ديال الطب بالإسلام صحابي تزوج بنت صحابي نهار تولدت قدامة بن مضعون تزوج بنت زبير يومه ولدت يوه يوه بش نبيلك بأنه ره ممكن تزوج وحده يالله تولدت ره ممكن في الإسلام كيفاش؟ كيف تزوج بها شوندالها؟ تزوج بها؟ ما أعرف شانا وش رباها ولا مرباها شانا المهم عندي هو أنه تزوجها وهي يعني نهار تولدت والإجماع في الإسلام هو أنها له الحق في تزوجها يعني هذه مسألة إجماع نقله ابن حجار ونقله ابن قدامة ونقله ابن المندير الإجماع ديال أنها تزوج مع كراهيتها وامتناعها يعني بحال مثلا عندك واحد لمنت عندها ربع سنين وخمس سنين وان هو الوالد ديالها نجوجها بزز منها وخط قتغوت قتغوت مع كراهيتها وامتناعها ونهار تبلغ جمهور الفقهاء يقول لك ما عنداش الحق تفسخ العقد للنكاح يعني الطفولة ديالها مشات والتفرتكات ونهار تبلغ زعماء وتقول أنا تكرفشتوا عليها وخرجتوا لي على حياتي ما عنداش الحق تفسخ العقد للنكاح يعني يبقى هذا السيد مزوج بها بزز منها ما مغاباش نكونوا واضحين في مسائل الشرعية نعم 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 عارفة ياك نعم 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 تبارك الله إلا كنت في عمرك غي نقول أنا غي اكزامبل إلا كنت في عمرك أربعين عام جتي في عمرك أربعين عام مثلا أنا قلت غي مثلا هذه تكون مضوب لني كتر من جوجة المرة تقريبا جوجة المرة تونس على مال عمرك أنت يا خمستاش ماشي خمستاش موية ماشي خمستاش ولكن موية الحمد لله قالي القرآن وكان فهمه ولكن إلا قلت لأنا ماشي كتابة ما نقول لكش بأنني أنا شرح القرآن كامل فهل دبا مثلا هذه الكلمة اللي قلت لي أنا بغى نعرفها ونبحث فيها ونزيد نعرف فمسي؟ أنا كان بغى نزيد نعرف ولكن باش نقول لك أنا مفسر القرآن كامل ما نكون كتابة فمسي؟ ومع العلم أنش حرمي حاجة كما قلت لك في القرآن أنا بالنسبة لي ما عجبانيش بحش أنا أقدم كثيرةلي كثيرة من القرآن كان لدينا كثيرة من القرآن هي نبي صلى الله عليه وسلم إياك وكسر منه هو الله لا إله إلا محمد رسول الله أنت تتأمني بمحمد كسر من القرآن ما فهمتش؟ شكول لي خلق محمد؟ الله سبحانه وتعالى وشكول لي نزل القرآن؟ بحل ده بأنا مثلا أنا أعطيك غائزة وراء القرآن كلا بالله كيف ستتأمني بمحمد كسر من كلام الله؟ هل ده بقدر شي واحد كي يحلف بالله بيقول لك وإلا ما تقتيش نجيب القرآن نحلف لك فيه؟ مجرد أن أنا شي واحد يحلف لي بالله أنتق بي لاحقا شكول لي نزل أصلا ذاك القرآن وشينا يحلف ونبحث فيها ونزيد نعرف فهمتش؟ أنا كم بغير نزيد نعرف ولكن باش نقول لك أنا يفسر القرآن كاملما نكون كدابة فهمتش؟ ومع العلم أنش حرم حاجة كما قلت لك في القرآن أنا بالنسبة لي ما عجبانيش و بالنسبة لي حرام مع أنها أحلال ونحن لا أخذ بالنسبة لي من الض評 لا لا نحن أنت تخرجي ساتتخرجي الإسلام لا لا أنت تخرجي من الض評 نعم الإسلام يخرجي ومع الأمر كثير من أنه كثير من القرآن كان أمن بشكل كثير من القرآن هي نبي صلى الله عليه وسلم وكثير منه لا إله إلا الله محمد رسول الله كثير من القرآن ماذا خلق محمد؟ الله سبحانه وتعالى وماذا نزل القرآن؟ مثلا أنا أخبرك وراء القرآن كلا بالله كيف حدث يتأمن بمحمد كثير من الله؟ هل يكون هناك أحد يحلف بالله يقول لك وإلا ما تقتيش نجيب القرآن نحن في الكفاة؟ مجرد أن أنا شي واحد يحلف لي بالله أنتق بي لحقا شكل ينزل أصلا ذاك القرآن وشينا يحلفت لي بالله تقول لي وحق الله ما درت هذيك ما أنتققش ولجبتي القرآن